بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية السيد أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات السيد الدكتور رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي السيد الحضور ديوف مصر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية أن أرحب حضراتكم جميعا في هذا المحفل المتميز وإنه لمن دواعي سروري واعتزازي عن تصديف جمهورية مصر العربية وبتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية هذا الحدث الهام على أرض السلام مدينة شرم الشيخ وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثل الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والمهتمين بالقضايا التنموية لتكون بذلك تلك الاجتماعات بمثابة منصة دولية لمنقشة القضايا المحورية المثارة في المحافل المالية والاقتصادية وترح الرؤى حول آليات التعامل مع تلك القضايا والتحديات وإنني إذ أتمنى لحضراتكم طيب الإقامة في هذه المدينة الساحرة فإنني أتطلع إلى أن تثمر اجتماعاتنا هذه والفعاليات المصاحبة لها عن بلورة رؤية واقعية واضحة لخارطة طريق مستقبلية لأليات التعامل مع كافة القضايا والموضوعات المعروضة للنقاش وهو الأمر الذي تفرضه معطيات المرحلة الحالية ليس على مستوى قراتنا الإفريقية في حسب بل جميع دول العالم السيدات والسادة الحضور الكرام أود أن أعرف عن خالص تقديري لإدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمستوياتها المختلفة على الاختيار الموفق لأنوان الاجتماعات السنوية لهذا العام والذي تأتي تحت شعار حشد موارد قطاع الخاص لتمويل دعم المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا ليتضمن عدة محاور تحظى باهتمام إقليمي وعلامي مشترك ولعل من أبرزها ما يرتبط بإتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تدعيات التغيرات المناخية وذلك من خلال إشراء قطاع الخاص وتفعيل دوره الحاوة في هذا المجال الأخوة والأخوات يتزمن أن أقض الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي هذا العام مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعاد ومن أبرزها اضطراب أداء قطاعات المالية واستمرار ارتفاع الدقوط التدخمية وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية فضلاً لهم تعديد تداعيات أزمة وباء كوفيد ولم تكن القارة الإفريقية بمنأة عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقصادات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعاً مع تراجع حجم المساعدات الدولية وإضطراض أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية وهو الأمر الذي نتج عنه بلا شك انحصار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خطاتها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وصولاً إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولعلكم تشاركونني الرأي في أن تحقيق التموحات التنموية إنما يؤكد على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دوراً محورياً لتعزيز ثقة مستثمر القطاع الخاص وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمولية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات سعياً إلى تحقيق الاستقرار والموء الاقتصادي الشامل وفيما يتعلق بالبعد البيئي تحديداً في القارة الإفريقية فعلى رغم من مساهمة إفريقيا بأقل نسبة من الإنبعاثات عالمياً إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيراً من تأثيرات التغيرات المناخية ويقدر برنامج الأمم المتحدة البيئة أنها هم من ما بين 75 مليون إلى 250 مليون نسبة من سكان إفريقيا قد عانوا في مشاكل نخص المياه نتيجة التغيرات المناخية والتي تهدد بانخفاض حجم ومعدل ناتج الزراع المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف ففي عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في القارة الإفريقية من خيمته 30 مليار دولار أمريكي فقط وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال وفي ظل الضغوط التي تعاني منها معظم موازنات دول القارة فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توحيد المزيد من استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في لأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية فإنها قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دولة القارة الأفغير دول القارة الأفريقية بحيث لا ينحصل دورها في تقديم القروض ومتفرضه من أعباء متزيدة على أقصاد دول القارة وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة وفي هذا المستدامة أفريقيا تحتاج إلى استثمارات بتكاليف معقولة ومن منطلق الإحتياجات الحالية لدول القارة وإيمان بالدور الهام لذي تلعبه مؤسسات التمويل الإقليمية أرى إمكانية أن تتبنى هذه المؤسسات رسالة واضحة تقضي بتجنب التوسع في الإقراض مرتفع التكلفة وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية إلى الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة السيدات والسادة الحضور الكرام أن مصر جوز إليها تجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية وبالتالي فإن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من العطيات المالية والاقتصادية المحلية وهنا أود أن أؤكد أن جميع المسؤولين في مصر تتكاثف جهدوهم الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدبير الكفيلة بالحد من الأثار السلبية لتلك المتغيرات وهو الأمر الذي يتوافق ويتصر متوجهات في خامة السيد الرئيس عفتاح السيسي حيث أشار سياداته في الجلسة الختمية للمجتمر الاقتصادي لمصر عام 22 إلى أنه على كل مسؤول أن ينظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات وأكد سياداته أيضاً أن الدولة المصرية مستعدة لتخديم كل الدعم الممكن للمستثمرين من جانب آخر وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية لأمم المتحدة حول تغير المناخ كاب 27 تم إطلاق عدة مبادرات تمحورات حول موضوعات تمويل المناخ والتنمية وانتلاقاً من حرص واحتمام الرئاسة المصرية لمؤتمر بتلك الموضوعات فلقد تم تخصيص يوم ضمن برنامج أعماله لمناقشة آليات التمويل المبتكر والمختلط والأدوات والسياسات المالية لتعزيز القدرة على النفاذ للتمويل بما في ذلك مبادرة مبادرة الديون من أجل العمل المناخي فضلاً على إطلاق مبادرة أسوق الكربون التي تحظى بدعم من الحكومات الإفريقية ومشاركة من القطاع الخاص بالقارنة الإفريقية السيدات والسادة الحضور الكرام لا يسعني في اختام كلمتي إلا أن أترجع بكل الشكر والتقدير لفخمة السيد رئيس عبد فتاح السيسي على رعايته الكريمة للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023 وتشريف سيادته للجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات والشكر موصول لحضاراتكم جميعاً مؤكداً على ثقة من أن هذا الجمع الكريم الذي يضم نخبم القبراء المتقصصين من شأنه أن يهيئ فرصة طيبة لمراقشة أبعاد الواقع المالي والاقتصادي والإقليمي والعالمي وترح الرؤى في سبيل مواجهة التحديات خاصة تلك التي تسق الكاهل اقتصادات الدول القارة الإفريقية مؤكداً على أن هذه الدول ليس بحاجة إلى مزيد من القروض مرتفعة الأعباء بقدر حاجتها لتدفق الاستثمارات المباشرة والتومين والحفظ التكلفة أتمنى كل التوفيق والسداد لأعمال الاجتماعات السنوية وجميع الفعاليات المصاحبة لها أشكركم جميعاً على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته